السلام عليكم ورجعنا لكم الفيديو جديد وهل مرة الفيديو يخص البطاريات المنفوخة شو نتعاملوا وياها وهل الأقبار والأقاويل اللي تقول إنه البطارية لمن تنفق رح تنفجر صحيحة لو إشاعات لو كتب وشو وقت البطارية تشتعل وشو وقت البطارية تنفجر وشنو المسبب للانفجار كل هالأمور رح نعرفها أثناء مشاهدتنا لهذا الفيديو خليكم ويانا أي شباب البطارية تتكون طبعا من خلايا الخلايا خزنية طبعا بطبيعة الحال تكون خلايا موجبة وخلايا سالبة تتخزن الشحنات اللي تأخذهم عن طريق هاي الكابلات طبعا يكون كارت حماية هنا وبعدين تجي النضيدة اللي متكونة من الخلايا هاي النضيدة مغلفة بهذا الغلاف هذا الغلاف ليش ينتفخ بهذا الصورة ينتفخ لأنه الخلايا من تكون تتلب تصدد ينبعث منها غازات هاي الغازات لأنه ما تلقي لها منفذ تطلع خارج هذا الغلاف فيكون الشكل منفوخ أو شكل بالون يعني بهذا الشكل هذا تشبه البالون شنو السبب انه تنتفخ لأنه هذا الغلاف حتى يحافظ آية الخلايا فيكون محكم الإغلاق يمنع دخول الهواء يمنع فروج الغازات فبالتالي الغاز اللي منبعث من الخلايا اللي مما يلقي مكان يخرج منه فينفخ هذا الغلاف اللي محيط بالبطارية ماذا تكون التعامل مع البطارية المنفوخة خطر بحالتين؟ الحالة الأولى إذا كانت البطارية ممليانة بالشحنات يعني الساعة البطارية قابلة للشحن ليس تالفا ستجي تقيسها دعونا نجيب الفولت ميتر أو الملتي ميتر شوف الآن تبين انه منفوخة آلفة بس دعونا نجي نقيس بها فولت هنا مثل ما ترون شباب 3.6 أو 3.7 تقريبا فولت على هذه البطارية يعني بها شحنات قابلة للشحن والتفريغ خطر شوك تكون خطر التعامل مع المتكون مليانة شحنات مثل هذه الساعة البطارية الخلايا مالها إذا تعرضت للضرب أو للدخول عنصر موصل يعني فلز موصل لامس بين الخلايا الموجبة والسالبة فبالتالي راح يحدث حرارة عالية وبعدين يؤدي إلى الاحتراق هذا القلاف الخارجي إذا مبعج مو خطر يعني هسا انت تشوف انه البطارية سبه الشكل هذا خطرة ورح تطق وما رح تطق لا ما رح تطق هذا مجرد غازات محصورة بداخل كيس الدليل شوف السيدة تمسك لك آلة حادة مثل هاي المشرط إذا أبعج الغلاف هذا الخارجي بدون ما أنزل بهالشكل هذا أنزل على الخلايا ما رح يكون لكوا فطورة الخطورة تكون بالخلايا فأنا إذا اجي أبعج أزرف الغلاف بها الطريقة هاي شوف أزرف بدون ما أطخي الخلايا شوف ازرفت الغلاف وفشت البطارية بدون أن يحدث أي خلل أو أي مشكلة ليش؟ لأنه هاني ما تعرضت للخلايا اللي بداخل البطارية هاني مجرد أنه تعرضت للغلاف الخارجي اللي على البطارية والخلايا اللي داخل البطارية ما احتكت بأي جسم موصل ولهذا ما كوا أي خطورة بالتعامل مع البطارية المنفوقة إلا اللهم إذا نزلت بهالشكل هذا وسببت بالتوصيل بين الخلايا الموجبة والسالبة والبطارية كانت مليانة بهذه الحالة رح تكون عندك مثل الشورت بداخل الخلايا والخلايا لمن تتعرض لي الشورت أو دائرة قصيرة رح تحت تسخن بشكل جدا عالي وتسبب إلى احتراق أو انفجار كما معروف بين المصلحين يعني اللي حبيتها اوضح لكم من هذا الفيديو إنه البطارية لما تكون منفوقة مو تكون خطرة يعني ستشوفوني دائما أصلا خليشوفكم هاي نماذج أخرى دائما اتعمد أبعج البطاريات المنفوقة حتى شوف سعندك هاي الثانية هاي كانت منفوقة كانت عبارة عن بالون بعجتها من هاي المنطقة خليشوفكم هنا بعجتها من هاي المنطقة وفرغت الغازات اللي بيها حتى لا تضل تمسك عندي مكان شوف هاي الخلايا اللي بداخلها تالتة هاي البطارية مثل ما شوف هاي البطارية الثانية أيضا منفوقة بعجتها وفرغتها من الغازات طبعا الغازات ما صحك تشمها لانه غازات نوعا ما تشبب حساسية وخنقة فاحتى ما تكون سامة أيضا لغرض الشرحاني زرفتها انت تخلص من البطارية منشوفها منفوقة تخلص منها باي طريقة الهدف من الفيديو كان انه تشجع لما تتعاملوا مع البطارية المفوقة لا تخاف خضراحتك باستحرص على انك مو تدخل عليها دخلة الأبطال وتسبب شورت أثناء رفعها من التابرتات والحاسبات حتى الحديثة اللي بيها بطاريات من هذا النوع لا ترفعها وانت تنازل بصورة عمودية دائما بها الصيغة هاي تجعلها أي شكل هذا ترفعها بدون ما تسبب لك أي مشاكل شوف ماكو اي مشكلة المشكلة تكون داخل البطارية على الخلايا الزائدة والناقصة اللي على البطارية هاي حاول انك ما تجي منها او لا تلامسها هذا كل شيء عندي في فيديو اليوم شباب هذا كل شيء اللي حبيته فهمكم يا أتمنى يكونوا في الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو رتنسونا والعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة في عزر الجرس اللي حطيه يصلكم كل جديد قاموا ياكم سيف قدوا يا مقاند قدوا يا تيك في عمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر